المركب الإسلامي عقب بن نافع في أم البواقي دورا حضاريا بالغ الأهمية في ترسيخ القيام الإسلامية وعلى عاتقه تقع مهمة محاربة الأفكار الداخلة التي تخالف المرجعية الدينية للدولة الجزائرية هذا المركب هو يعتبر إضافة لولاية أم البواقي وهو يتضمن المركز الثقافي الإسلامي بسعود عباس وكذلك أيضا مسجد القطب عقب بن نافع وهو يقوم بأدوار مهمة في نشر الثقافة الإسلامية في المحافظة على المرجعية الدينية الحضارة كلها منبثقة من هذا الدين الإسلامي الحنيف وأن المسلم إذا تمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبشريعته كان مثلا وقدوة لغيره من الشعوب يضم هذا المركب مركزا للثقافة الإسلامية تنظم فيه بشكل دوري ملتقيات وأيام دراسية تصب في الدعوة إلى الاعتدال والوسطية ضمن القيم الحضارية للسنة النبوية تشن فيها مرافق دينية جديدة تضيف إلى المنظومة المسجدية هياك الأخرى تعنى بتربية الجيل تربية النشأ تعليم القرآني ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية الخطاب الوسطي الذي يبني ولا يهدم الذي يجمع ولا يفرق الذي يدعو إلى توحيد الصف إلى لمي الشمل يبقى هذا الصرح الديني الحضاري منارة لطالبي العلم ومقصدا للباحثين في الفكر والثقافة الإسلامية وفق المرجعية الدينية التي تستمد من القرآن والسنة النبوية ترجمة نانسي قنقر